نقص التروية بالدماغ هي مشكلة وكلمة كتير كبيرة ولكن أعراضها أو ما بنتج عنها هو ممكن النوم أثناء النهار التعب والإرهاق أثناء النهار تحصيل دراسة متدنية عند الأطفال وحوادث سير لدى السائقين كل هاي المشاكل بتنتج عن الشخير رح نحكي اليوم عن الشخير وإيش علاجه وقدي مهم يتعالج الشخير مع الدكتور مهند القضاء استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة صباح الخير دكتور صباح الخير سيدة وشكرا للاستطافة وصباح خير لإلك مرة تانية للأخوة المشاهدين أهلا وسهلا فيك دكتور ليه هل قدي خطر الشخير؟ لأن الشخير ممكن أن يكون الشخير مو ظاهرة يعني الشخير هو عرض بالعادة مصاحب لأمراض اضطرابات في النوم فإذا بنحكي إحنا أمراض اضطرابات في النوم هي الطيف من الأمراض أبسطها هو الشخير الغير مصاحب لانغطاع النفس أثناء النوم لكن في الغالب الشخير بيكون معه أيضا انغطاع في النفس ونقص في تروية الدماغ والقلب للأكسجين أثناء النوم فمشان هيك الشخير هو مش ظاهرة ولا إشي طبيعي أي شخير هو فيه مصاحب لحالة مش فسيولوجية لحالة مرضية يعني عشان هيك هل قدي خطر هلأ هو كثير مرات بيكون مصاحب لنقص تروية بالدماغ يعني خلينا نمشي كيف بتصير بالزبط أنه الناس بياخدوها بممكن نخدها كتير بسهولة أو ببساطة ولكن حسب الدراسات وحسب ما هلأ الطب كله توصل فيه أنه عم بيكون خطر على الدماغ يعني طبيعي الواحد ينقطع نومه وهو مش حاسس ينقطع نفسه وهو نايم طبيعي إذا كان فيه أقل من خمس مرات في الساعة يعني إحنا نحكي للأبنية أو انقطاع النفس هو انقطاع النفس بمدة عشر ثواني طبعا إذا فيه مريض ينقطع نفسه أقل من خمس مرات في الساعة أكيد هذا مش طبيعي بس نحكي هذا مدين نورمال رينج لأن أي مريض ينقطع النفس عنده لمدة أكثر من عشر ثواني أكثر من خمس مرات في الساعة أثناء النوم هذا بدخل المريض لتشخيص أنه عنده شخير وعنده أيضا متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم وهدول بالعادة إذا انقطاع النفس أكثر من عشر ثواني بيكون بينعكس هذا على نسبة تشبع الأكسجين في الدم فانقطاع النفس في الأكثر من عشر ثواني رح يسوي على الأقل نقص أربعة في المئة في تركيز الأكسجين في الدم فنحن نقول أن الأكسجين في الدماغ أو القلب سيقل على الفترات وفي فترة طويلة هذا سيؤدي إلى المشاكل التي ستفضلت فيها مثل الجلطات والشيطات والشيطات والعدم التركيز طيب الآن في الصورة هنا ما نفرجي هذه الصورة؟ هذه نفرجي فيها تقريبا الأناتومي تبعت الجهاز التنفس العلوي تشريح الجهاز التنفس طبعا ولماذا يصير الشخير؟ الشخير يصير نتيجة لانسداد جزئي في مجرى التنفس العلوي مجرى التنفس العلوي يتحدث عن الأنف إذا شايف السهم الأول يبين البلعوم الأنفي السهم الثاني يبين البلعوم الخلف الفم هو البلعوم الفموي والسهم الأخير هو البلعوم الأمام الحنجرة أو البلعوم الحنجري فأي نقض أي انسداد في واحد من هذول الأنابيب يؤدي إلى عملية الشخير والقطاع النفس بالتالي الشخير هي أعراض لمرض معين أو لشيء غلط يصير طبو هاي؟ لماذا يصير الشخير؟ إذا شايف الجزء اللسان متضخم، المنطقة الخلفية من اللسان فيها تضخم وأيضا صقف الحوق في ترخل فالمريض يحاول أن يأخذ نفس من الأنف لأن البلعوم الأنفي والبلعوم الفمي مسكّ فالطبع يأخذ طريق عن طريق الفم ليأخذ النفس والأكسجين ماذا يؤدي لهذول يتضخم واللسان مسكّر هنا؟ معناتوا أنه مجرى التنفس الثانثين يتضل بس الأنف ماذا يجعلهم يتضخم؟ ماذا يمكن أن يكون السبب هنا؟ الأسباب تختلف بين الأطفال وبين البالغين في الأطفال أكثر من 80% هي ناميات الأنفية واللوز تضخم في ناميات الأنفية واللوز هؤلاء اللوز؟ هؤلاء اللوز، هؤلاء تضخم في اللوزتين هؤلاء أكثر من 80% من الأطفال عندهم هذا السبب هو الذي يجعلهم الشخير والقطاع النفس بينما عند الكبار قدي النسبة؟ عند الكبار حقيقة النفس الأقل بكثير النسبة تقريباً 20% بالغالب عند الكبار تكون الأسباب إما في الأنف أو بلعوم الأنفي أو البلعوم الحنجري أو في أكثر من مكان طبعاً، هذا صورة من المنظار لكتلة خلف الأنف مسببة للمريض الشخير هل يسميها اللحمية أو لا؟ هذه اللحمية، ممكن تكون لحمية، ممكن تكون شيء ثاني فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن هذه اللحمية لنقض منها عينة ونرسلها للأنسجة أو يفحصوها فهذه الأستخدام المنظار هذه لن نستطيع أن نرى هذا مثلاً سبب آخر من أسباب الشخير عند الكبار وهو التهاب الجيوب الأنفية وإنحراف الوتيرة الأنفية وتضخم في قرنية الأنف يعني نرى الأنف الهواء أسود داخل الأنف فشوف شو الجزء البسيط الأسود يمبين بالنسبة للجزء الغري السكني أوكي، معنى أنتو مش عم بدخول الهواء كي شعير؟ مش عم معلو بدخول الهواء فبيشخر فإنغطاعنا فاس طيب، أوكي في عنا اتصال لاستفسار رح أخذه ونرجع نكمل هلو؟ هلو، يعطيك العافية أهلا وسهلا أمام حمد كيفك؟ شكرا لك أهلين، تفضلي أريد أن أسأل الدكتور تفضلي سامعك، تفضلي تفضلي أعطيك العافية دكتور يا أهلا وسهلا فيك، صباح الخير صباح النور، الصورة بالزبط اللي أنت هلأ فرجعتها كأنها صورة تحلق أو لابني صورة شو؟ صورة تحلق أو لابني، اللوت هذان آكي، طيب كنت بدي أسأل، لازم تساوها لعملية، لأنها بشخر كثير أختي، ستة محمد، هل تحت تسألها إشي تاني؟ لا، يعني إحنا حتى عملية استقصال اللواز، صرنا نسوي أكثر من 50% كإنديكيشن لعمليات استقصال اللواز، وتضخم اللوزتين الغير مصاحب للاتهاب اللواز، بتاع فيما تقدم الطب وتقدم المضادات الحيوية، صار التهاب اللواز المزمن أقل بكثير كداعي لإزالة اللواز عند الأطفال من الشخير وانقطاع النفس فالطفل اللي عنده شخير وانقطع نفسه، أكيد هذا عنده أيضاً أعراض ثانية نتيجة انغطاع النفس، زي ممكن التبول اللا إرادي يعني يكون جوز عمره خمسة أو ست سنين سيطر على البول، بس بعد سنة سنتين صار يكون ويت بالليل أنا متأكد أنه أيضاً تحصيله في الأكيد ستة محمد لاحظت أنه تحصيله في المدرسة بالفترة اللواز، أنه تغير عن تحصيله في السنوات السابقة أكيد فهذا أكيد طيب، إما محمد إيش سؤالك؟ هو تحصيله ما لاحظت عليه، بس بلاحظ أنه ليس كثيراً تقيل أكيد 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 أنا أنه بعد خمسة سنين أو أثناء انتحان توجيهي أو كذا، أحبون تحصيله أحسن بكثير، لو عالجت هذه المشكلة أكيد إما محمد، سؤالك أنه تعمليه العملية وتشيريه اللواز؟ أه، أكيد أكيد شكراً على اتصالك إما محمد، إسماعينا من التلفزيون طيب، في حالة أم محمد، شو أحسن تعمل؟ أحسن إنها تراجع طبيب أنف وإذن حنجرة ليس طبيب أطفال، هلأ أرسلنا تخصص أنف وإذن حنجرة بالضبط طبيب أنف وإذن حنجرة، إذا الطفل كبير، وبس ما نسوي منظار، راح نسوي منظار للأنف، نتأكد إنه في لحمية وما في لحمية، ونتأكد كيف نسبة انسداد البلعوم الفموي عند الطفل يعني زي ما شفنا بالصورة هاي بنحكي عنها، غريد فور، درجة رابعة من تضخم اللواز، وبهيك حالة نحن نحن نقول إنه هذا المريض لازم نشيله لللواز ونشيله للأحميات في حالات نادرة، ممكن نحول المريض لفحص النوم في الأطفال، فحص النوم يعطينا، يعني حتى ما نكون متأكدين أنه عنده شخير وعنده انقطاع النفس، بس بإعطينا أرقام بتعف كثير من المرضى بحب يشوف إشي مش بس إنه تحكيله أنا عندي انقطاع بحف، بيقول لك كيف بالضبط أنا عندي انقطاع في النفس، ففحص النوم بحكي إنه هذا ميلد، مثلا، أوبسركتب ستيب أبنية، أو مودنت أو سيفير، هلأ أمي محمد بتقول إنه صار نوم تقيل، يعني هل إنه نوم تقيل بده يعوض قلة النوم اللي عم بتصير عنده؟ بالضبط، لأنه إذا حكينا عن فسيولوجية النوم، نحن نبدأ فيه مراحل، المرحلة الأولى هي المرحلة النوم السطحي، بعد المرحلة النوم السطحي، ندخل في النوم العميق، والنوم العميق من قسمه الأغزاء، ستاج 1، ستاج 2، ستاج 3، ستاج 4، كلما عمانا من نام منطول، من فترة هذه السيكلة تتكرر، فيننا نقل حسب الروحية، الأن تمام جميل، من التعافي، وخصات والح��، وكلما ي especific spirituality، يعطيכا التصور punishment so that we end up in a straight sleep. نوم العميق، هو الصحي، أخ loans جسمنا نتعافى مما صار فيه أثناء النهار، م respondent to the brain for theanas начій constitution and磨طة الضعers هوا الخبيلات التيughنا العظيم. نقولها من مراكز دماغية الداكرة المؤقتة لتوزحها للمراكز الداكرة الدائمة فمشان هيك هذا الطفل شو يكون في عنده عماله بنام ست ساعة ثمان ساعات أو عشر ساعات بس ما عماله بدخل بمرحلة كفاية في النوم العميق فهو بشخر بنقطع النفس بصحى بشير تبدأ السايكل من جديد في النوم السطحي بعدين ستاج 1 و ستاج 2 يشخر بصحى برد بدخل بالنوم السطحي و ستاج 1 و ستاج 2 صحيح بنام فترة طويلة و ثقر في النوم بس النوم الصحي أو فترة النوم الصحي اللي هي النوم العميق ما عماله بدخل فيها يعني انقطاع النفس اللي عم بيسببه الشخير عم بيؤدي انه يظلوا يصحى بالضبط فبدل ما يدخل بالنوم العميق هو مش حاسس هو مش حاسس بالضبط بيطلع من مرحلة النوم العميق هاي هي المشكلة وعشان هيك عم بتقول لما تفضل الدكتور و قلت انه الدراسات بتقول انه حوازز السير لما سوئين الشاحنات شوية شمس تيج عليه بنهار بيغفي بصير حادث بيكون نتيجة هاي اكيد يعني هم هدول المرضى بيجي بيحكي لك انا بنامني فترة كفاية يعني ما بيجي بيحكي لك انا بنام ثلاث ساعات او اربع ساعات ولكن بالعكس بنام ستة الى ثمان ساعات بس دائما بصحة الصبح حاسس حالي في عندي صداع عندي خمول اذا مثلا تمدت على التلفزيون حاسس حالي بدي انام اذا قريت مجلة او جريدة بدي انام اذا وقفت على اشارة ضوئية مثلا اشارة ضوئية حمراء وطولة اكيد هذا كثير خطر لانه هاي الحوادث قاتل ممكن تكون في سهوة ثواني سهوة ثواني نوم خفيف في منعطف خطر بيؤدي الى حادث ممكن يكون قاتل هلأ في عنا فيديو نشوفه مع بعض اكي خلينا نشوف الفيديو فيه شرح اكتر عن الشخير وانقطاع النفس اللي هم نسميه سليب أبنيا بالضبط هذا الفيديو فرجينا تنظير الى الحنجرة حسنا ما يجينا مريض عنده شخير وانقطاع النفس ضروري كتير انه نعرف وين بالضبط مكان الانسداد مشان حسب مكان الانسداد يكون العلاج ففي السابق كنا دائما نعتقد انه مكان الانسداد عند الكبار زي مكان الانسداد عند الاطفال كنا نحكي اي مريض عنده شخير خلاص عملية استعصال اللواث وعادة هيكلة الصفت بلت او ثقف الحلق لكن لما تطورت الأجهزة المناظير وتطور الأجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي سنحكي لا 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 مو صح هذا الحقيقة أقل من 20% من المرضى عندهم مشاكل ان اغطاع النفس فقط في هاي المكان ومعظم المرضى عندهم أكثر من مكان وبالغالب هو بكون في الأنف أو في البلعوم الأنفي والبلعوم الأمام الحجرة كما رأينا في الفيديو هذا منظار هذا المنظار يعمل في العيادة بشكل روتيني ليس مزعج ليس مثل من دار الجهاز الهضمي أو من دار القصبات لا يريدون بنج لا يريدون بنج ولا يريدون تحضير لا نقول للمريض صوم أو تعال لا هذا جزء من فحص الروتيني الذي نفعله في عيادة الأنف والبلعوم الأنف ما نعرفه الآن دكتور تفضلت وقالت أن الشخير هو أعراض لا أعراض هو أعراض لمجموعة أمراض كاملة أو أسباب طيف كامل ما نعرفه السبب هي التي تؤدي للعلاج الصحيح يعني أن نقدر نعطي علاج الذي نعطي نتيجة مزبوط؟ ما يمكن أن تكون أسباب الشخير يعني الإنسدادات ما يمكن أن تكون أسباب الشخير وإنقطاع النفس؟ دائما حكيت بالأطفال الإنسداد 80% هي اللواز واللحميات بعشرين في الممية تكون ضمور في نمو فك العلوي أو الفك السفلي وبالغالب هذه العشرين في الممية يكونوا مصاحبين لمتلازمات يعني تشوهات خلقية في الكبار يكون الإنسداد مثلا في الأنف يمكن أن يكون حراف الوثيرة الأنفية يمكن أن يكون التهاب جيوب أنفية مزمن يمكن أن يكون تضخم في القرنيات كما رأينا في الفيديو قبل قليل إنه قد لحبل الأنف عندما يأتي على البلعوم الثموي تضخم اللواز من بعض الممكن ترحل سقف الحلق أو تضخم في المنطقة الخلفية من اللسان نحن نرى اللسان هذا الجزء الأمامي من اللسان مثل هذا اللسان من الأسفل وهذا يكون أمام الحنجرة فأي تضخم بأي واحد منهم يسببنا الشخير ستراندالدينجر يقول أن الجهاز التنفسي العلوي مثل الأنبوب هذا الأنبوب سيكون فاتح لأن الضغط داخل هذا التيوب يكون أعلى من الضغط حولين التيوب فأي تيوب بأي ضغط إذا قل الضغط داخل التيوب أو زاد الضغط حولين التيوب سيسكر هذا الجهاز التنفسي ويصير الشخير من الأسباب الأخرى كنا نكبر في العمر كنا نكبر في العمر يعني لو حكينا عن نسبة الشخير بشكل عام مثلا 20% من البالغين بيشخروا في الذكور و10% في النساء بعد عمر الستين 40% إلى 50% من الذكور بيشخروا و30% إلى 40% من النساء بيشخروا لماذا؟ لأن كل ما نكبر في العمر العضلات بتضعف بيصير في فاتد بوزيشن حوالي الرقبة بالضبط فهذا التيوب بيسكر حسنا ما هو العلاج؟ حضرتك بتقول أن كل شخير يجب أن يتعالج ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ أهم شيء في العلاج أن نتوصل إلى منطقة الانسداد في مجرى التنافس العلوي كما قلت لك نحن نجري أول شيء عملية التنظير إذا بالتنظير لا نستطيع أن نعرف إلى منطقة الانسداد نقوم بعمل صور الطبقية والصور الرنين المغناطيسي هناك حالات نادرة حتى بعد أن نقوم بعمل الصور لا نستطيع أن نتعالج منطقة الانسداد أو يكون الانسداد أكثر من المكان فبهيك حالة نعمل تنظير أثناء النوم يعني نعطي المريض أدوية مهدئة نخليه نعم يبدأ يشخر ثم نحط جهاز المنظار ونتفرج على الأنف والحل ونرى بالضبط من الجزء اللي بيشخر منه المريض في حالات كمان إذا المريض عنده انقطاع شديد في النفس ممكن نحكي له أنه أنت لازم تعمل فحص النوم فحص النوم بيشخصنا إنه هذا المريض بس عنده سيمبل سنورر يعني بس عنده شخير والإنقاط في النفس وهذا الإنقاط في النفس لدرجات إنه درجة مائل أو سيفير أو عنده أمراض النوم غير هاي الأمراض يعني ثماني لش فكرة الشخير والإنقاط النفس ظلت مرتبطة بتخصص جراحة الأنف والحنجرة لأنه ثمانين في الممية من أمراض هذا الطيف من أمراض اضطرابات النوم هي شخير وانقطاع في النفس بس في 20% لا في مشاكل ثانية زي مثلا الناركوليبسية ممكن الموليد يكون ينعس بس ما عنده انسداد في حياتي تكون مثلا عصبية ونفسية اوكي يعني بس هي تبنين بالمية من الشخير اللي عم نحكي قديه خطر هو بيكون أسبابها بالجهد التنفسي لذلك لازم يراجعوا دكتور أنف وإذن وحنجرة حتى ينعرف السبب في نقطتين مهمين كتير دكتور حابب تقولنا ياهم النقطة الأساسية الأولى انه الشخير مرض شخير مش اشي طبيعي يعني احنا بعياداتنا بالعادة لما نشوف المريض بيجي المريض بيشكل شغلات تانية غير الشخير لما تسأله بالضبط هل انك بتشخر وتفرج على زوجته او الزوج تفرج على زوجها ويحكي اه والله بيشخر فالناس ما خطى فكرة انه الشخير هذا اشي طبيعي اشي عادي ومش اشي طبيعي وليس اشي طبيعي فأي مريض بيشخر انت مو عادي مو طبيعي انت في عندك مشكلة لازم هاي المشكلة تتعالج النقطة التانية المهمة انه الزمن اللي كنا نحكي فيه انه الشخير ما له علاج هذا الزمن انقضى الشخير له علاج سواء بعمليات بسيطة بالغالب بعمليات بسيطة او باستخدام جهاز التنفس ولازم يتعالج ولازم يتعالج لانه حكينا شو المخاطر اللي بتصير فيها يعني دائما بحكي لمرضايا انت انت بتشخر انت عندك قابلية ان تكون جلطات على الدماغ جلطات على القلب مشاكل في الذهنية مشاكل اجتماعية ومشاكل وظيفية اكثر من غيرك قد لا تكون هاي حكي لك بكرا بعده بعده بس اكيد بعد خمسة لعشر سنين انت اكثر من المريض الما بيشخر احتماليتي الصيف عندك هاي المشاكل اوكي شكرا دكتور في معانا هلأ اتصال هلو السلام عليكم اهلا وسهلا لين اهلين اللي شلمك هلا كيفك اتفضلي اهلين مش مالا بدي اسأل الدكتور اتفضلي هاي ومعك بسمها انا اجيك بس طابعت هلأ اخر انا عندي بنت عمرها خمسة سنين اها فبتظلها فاتحة امها بالليل لما تنام وتشخر فبحاول اتفكر لها الفك يعني وبس ترجع يعني تفتحه وتظلها تشخر كم عمرها خمسة سنين خمسة سنين هاي زي الحالة اللي حكينا اه دقيقة فيه سؤال تاني تتسألهي لا اوكي لين اسمعينا من التلفزيون شكرا على اتصالك اوكي تفضل يعني هاي حالة زي حالة ام محمد شوف كداش الموضوع اذا بتحي قدام النا تفكروا هذا اشي طبيعي بس اذا بتحكي لهم بتواعيهم بيعكتشفوا هذا مش طبيعي التنفس خلال من خلال الفم هي ظاهرة مش صحية يعني احنا لازم نتنفس عن طريق الانف لان الانف يؤدي بوصل الهواء بطريقة مناسبة للرئتين وكمان غير هذا حكينا عن الشخير ووضعفات الشخير عند الاطفال فالأخت بنتها لالأخت تلين وابن ست أم محمد اثنين مريضين عندهم سنورر وممكن يكونوا كثير عندهم أبنية وهدول علاجهم بطريقة بسيطة جدا 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 وما في داعي يظلهم انهم يشكوا من هذه العراض اوكي اذا هيك ثت لين زي ما قال الدكتور مهند القضاء لازم تتعالج بانه تتجهي لطبيبه اختصاصي مش هيك أنف واذن وحنجرة لانه بتأدي لا يمكن انتي ما سمعت من البداية بس كان يقول الدكتور مهند انه بتأدي يعني سوق تحصيل دراسي نوم خلال النهار وقل التروية على الدماغ فاليوم كتير استفدنا معلومات منك دكتور مهند القضاء استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة أهلا وسهلا فيك شكرا لك وفي فعل موضوع الشخير لساتنا على المعلومات الأديمة أنه ما في شيء يعالج الشخير هلأ كل شيء زي ما تفضلت حضرتك أنه لازم يتعالج لأنه أنا كمان أعرف أشخاص يعني شخص كان يشخور كتير كتير وعنده هاي انقطاع النفس بعدين أصيب بجلطة وهو صغير فهلأ لما عرفت كل المعلومات قد مهم نحنا نضلنا نجدد معلوماتنا بالطيب لأنها بتتطور يوم عن يوم وسنة عن سنة أكيد أكيد شكرا كتير دكتور مهند القضاء أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله دائما نستضيفك ونتعرف أكتر على أنماط النوم وكيف مهم الواحد يعرفها شكرا شكرا دكتور وهيك فقراتنا مستمرة دنيا يا دنيا على شاشة رؤية وبعد الفاصل نشوف حدثه في مثلي هذا اليوم